اشتركوا في القناة بعد كده بحوالي 1600 سنة من الخليقة زاد شر الإنسان جدا فالرب قضى على الإنسان والكائنات اللي كانت موجودة مع ده اللي كانوا في الفلك وديه الكارثة العالمية ليه الطفان بعد كده بعد الطفان اللي استمر أو قعدوا حوالي أكتر من سنة جوه الفلك خرج نوح وعائلته والحيوانات والطيور وابتدوا يتكاثروا لكن عاشوا في منطقة واحدة اسمها أرض شنعار وبعد كده الرب بلبل ألسنتهم متوزعة القبائل وبعدين جاء المسيح إلى العالم المخلص الموعود مي من تكوين أصحح 3 عدد 15 أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية والمسيح جاء إلى الصليب عشان يدفع تمن الخطية ويعطينا الفداء وعندنا الوعد بالمجيء الثاني فشوف قد إيه السبع حلقات دي متصلة مرتبطة في بعضها ويكفي أن يقول أنه جمال الكمال وكمال الجمال وكمال الكمال نفسه بيقتبس وبيستشهد في هذا الحدث اللي ما هواش حدث بسيط حدث عظيم جدا في العهد القديم ترجمة نانسي قنقر